المعتاد في مباراة كرة القدم أن دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب يكون رفقة الأطفال واختيار هؤلاء الأطفال يعود لقواعد مضبوطة لكن في بداية مباراة نادي الإسبانيول وضيفه فريق مايوركا الإسبانيين كان المشهد غريبا لا يمكنك من المهل الوهل الأولى تبني وجهة نظر وبناء رأي مباشر فيما يخص الحدث إذ دخل لاعب نادي الإسبانيول إلى الملعب وهم يصحبون كلابا مشردا فهل كان غياب الأطفال هو السبب أم أن هذا يتعلق بإنقاذ الكلاب المشردة هنا في هذه النقطة بالضبط اختلف مستخدمون سوشيال ميديا وفقا لصحافة المحلية هناك فإن إدارة هذا النادي زعمت أنها تدعم حملة للاعتناء بالكلاب المشردة في موسمها الثاني وأشارت إلى أنه في السنة الماضية عثر على هذه الكلاب عثر عليهم أصحاب المبادرة وتبنت 11 عائلة كلبا مشردا منهم وجمعوا نحو 20 قنطارا من غذاء لهذه الحيوانات يقول أو تقول أنييس في تعليق الأول هذه إساء الأطفال بسكو كانوا قادرين يجيبوا الأطفال وهم يشدوا الكلاب غانم كتب ربما يريد النادي فقط مساعدة الكلاب المشردة ونتمنى أن تكون النواية توازي الأفعال عبد المجيد كتب كل يوم نشوفه غراب جديدة في كرة القدم المهم ما يجيبوا لناش كلاب تلعب ضد البشر فقط